اشتركوا في القناة لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة بادر عمر رضي الله عنه كعادته وهو المبادر الإيجابي ذهب إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال له إن القتل قد استحر في القراء وأنه يخشى بذهاب القراء أن يذهب شيء من القرآن وأن من حفظ الله تعالى لهذا القرآن أن حفظه في الصدور وحفظه في الصطور فاقترح على الصديق أن يؤلف فريق لجمع القرآن الكريم فقال كيف نفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فما زال عمر رضي الله عنه يراجع الصديق حتى شرح الله صدر أبي بكر بهذا المشروع العظيم وهو جمع القرآن الكريم تأملوا ونظروا من يصلح لهذا المشروع لقيادة هذا المشروع من هو البطل المناسب فوقع الاختيار على البطل الشاب النبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه جاء زيد فطرحوا بين يديه الفكرة والمشروع والاكتراع وقالوا له مبررات هذا المشروع فكانت إجابته كيف تصنعون شيئا لم يصنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الارتباط بالمنهج ليست القضية اختيارية أو ذوقية أو مزاجية فشرحوا له وما زالوا به حتى شرح الله صدره لذلك وقالوا له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذهب فاجمع القرآن لو تأملنا في هذه السمات الأربع أولا شاب والشاب فيه الحماس والطاقة والقوة لإنجاز المشاريع وقيادة المشاريع إذا أوتي العوامل الأخرى عاقل بأن هذه المشاريع تحتاج إلى الرجل الرشيد والرجد في الغالب أنه غير مرتبط بالسن بقدر ما هو مرتبط بما يمنحه الله تعالى لهذا الإنسان من العقل والحكمة والكمال ثالثا لا نتهمك السمعة الجيدة السمعة الحسنة النزاهة الأمانة شرط ثالث من شروط الأبطال الذين يقودون المشاريع رابعا كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرة المهارة الإتقان عند ما يقدم إذن هذه أربع صفات لأولئك الشباب الأبطال الذين يقودون المشاريع التي تنهض بالأمة وتركى بها الشباب حماس طاقة العقل الحكمة كذلك السمعة الحسنة والأمانة وأيضا الخبرة والمهارة التي يمتلكها للكيادة وقيادة هذه المشاريع يقول زيد بن ثابت والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي مما كلفوني به من جمع القرآن الكريم إذن اختاروا الرجل المناسب الشعور بالمسؤولية كيف نستطيع أن نغرس الشعور بالمسؤولية في نفوس من نربيهم إن وجود روح المسؤولية في نفوس الذين نربيهم سيصنع منهم عظماء وينقلهم إلى الأخذ الأمور بجدية خذوا ما آتيناكم بقوة ثم لم يمنعه ذلك الشعور من أنه لو كلفوه نقل جبل لكان أهون عليه مما كلفوه بجمع القرآن لم يمنعه ذلك الشعور من الاعتذار أو التهرب من القيام على هذا المشروع الذي هو من أضخم مشاريع الإسلام في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وهو جمع القرآن الكريم ونقله من الصدور إلى الصطور مجموعا بين دفتي المصحف فانطلق زيد في هذا المشروع جادا مجتهدا حتى أتم الله تعالى عليه هذا المشروع نحن بحاجة كمربين إلى اكتشاف أولئك الأبطال الذين اجتمعت فيهم السمات لقيادة المشاريع التي تنهض بالأمة وترقى بهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة